تقدم حق الزوج هذا بالنسبة للزوجة اما الزوج يقدم حق الوالدة للحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك اينها ثم ادناك فادناك تأتي الزوجة في السراء لكن المرأة لا المرأة تقدم حق زوجها حتى على حق امها وعلى حق ابيها ليه لانه جنتها ونارها ولأنها مقيدة بأوامر الله عز وجل في طاعته لا تخرج من بيته إلا بإذنه طيب كيف تخرج من بيته إذا دعتها أمها أو دعاها أبوها قالوا لا نبغانا تمشأ يلا تمشي معنا ما يجوز لا تمشي معهم وطاعة لهم خروجهم لأنها مأمورة بطاعة زوجها تقول لهم انتظروا خلولي أستأذن من زوجي إذا قالت لها أبوي وأمي بيطلعون يتمشون مثلا أو بيروحون يسوقون أو بيروحون مكان قال لها لا لا تروحين تقدم أمر زوجها لأنها إذا قالت لا بروح أجل ضاعت إمارته وضاعت قوامته على أسرته وبالتالي يحصل خلل في الأسرة